خارج التوقعات 25 مليار دولار ستدخل خزائن العراق جراء ارتفاع أسعار النفط أرباح ستتحقق خلال ستة أشهر من الآن وفق رؤية وزارة المالية إقبال على مكاسب نفطية جديدة على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية قد تسهم في فك أجزاء من عقدة الأزمة الاقتصادية بالحقيقة ما صرح به السيد وزير المالية هو حقيقة وأكثر من هذا رح يكون لأنه بالسنة 350 مليار دولار فعلا هذا المبلغ يتحقق وقد يتحقق أكثر من عنده لأنه النفط بالزيادة ما قد يجنى خارج التوقعات قد يبقى خارج توقعات المواطنين في أن يلامس احتياجاتهم كما يقولون ويقولون أيضا أن تعافي أسعار النفط يفترض أن تجعلهم يتعافون من ما مروا ويمرون به من أزمات اقتصادية المفروض تنعكس على المواطنين يساعدون الناس يساعدون الفقراء يساعدون العاطنين على العمل يساعدون الخريجين اللي عندنا فضاء خريجين أخي لازم عن طريق الخدمات اللي يتوفر مثلا كجسر الصير يعني هساء الازدهامات اللي صارة كفقير يحس بيها مثلا تعيينات الصير للطلاب ومطلع شهر الجاري أعلنت وزارة النفط عن تسجيلها أعلى إيرادات مالية مذ عام 1972 بلغت أكثر من 11 مليار دولار إيرادات قياسية خارج التوقعات وضمنها يجنيها العراق من تعافي أسعار النفط لكن بعض العراقيين يتساءلون متى ينعكس أثر هذه الإيرادات عليهم من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر